عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي دورتها العادية الثالثة عشر لمدة خمسة أيام في مقرها بمدينة جدة هذه الدورة خصوصة لدراسة موضوع أهم جدا وهو موضوع حقوق الطفل حيث سوف تتناول هذه الدورة موضوع عهد حقوق الطفل في الإسلام بشيء من التفصيل والدراسة لكي تتاح لها الفرصة فيما بعد للقيام بالتعديلات والإجراءات اللازمة لتعديل هذا العهد قبل رفعه إلى مقلس وزارة خارجية الدول الإسلامية ويشارك في الدورة جميع الدول الأعضاء والمراقبون في منظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان كما يشارك خبراء مختلف المنظمات الدولية والأقليمية ذات الصلة نود أن نشير إلى بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ولعل ما حدث قبل كم يوم في قمة الظهران كان خير دليل على الاهتمام مثلا بالقضية الفلسطينية نشكر المملكة العربية السعودية على استضافة هذا المقر وكرمها في استضافة هذا المقر وإنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مدينة جدة والذي له بالغ الأثر في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في الدول الإسلامية 57 دولة في المنظمة التعاون الإسلامي وستناقض جميع القضايا المدرجة على جدول إعمال الدورة بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء وسيصاحب هذه الدورة ورشة عمل بعنوان أهمية تعميم حقوق الإنسان في سياسات ومبادرات مكابحة الإرهاب سلطان القحطاني الإخبارية جدة